سلام ونعمة يا ابونا أنا حماتي من أول يوم وهي عاملة معي مشاكل وعندها حب جديد لابنها ومش متقبلة إنه تجوز ووصل الحال إن ابنها من تاني يوم جواز يمدي إيده ويدرب برضو وبعد تدخل الكهنة الأمور إلى حد ما اتحلت معاه بس أنا ما بقتش قادرة أكمل ومش عارفة أعمل إيه إنصحني يا أبي هي بتقول أنا مش قادرة أكمل ومش عارفة أعمل إيه إنصحني مدام الأمور ابتدت تتصلح يبقى فيه أمل ومدام هو بطل حاجة زي الضربة أو الزعيق وبتدت تخف يبقى ممكن قابل للتطور للأفضل بدليل لما كهنة تدخلت سمع الكلام مطاوع فيه رجالة تانية يا بنتي تقولك أنا مليش كبير ولو أبونا جاء هتراضوا ومش هفتحوا البيت فيه رجالة كده لكن على الأقل ده فيه بريقة أمل في التغيير نمرة اتنين أنت بتقولي أنا مش عايزة أكمل الكلمة سهلة لكن حساب النفقة صعب قوي هتروحي فين وتعملي إيه وهل فيه أمل بس أنت اللي مش عاوزة تجاهدي وتتعابي شوية وتستحميلي شوية مع نفسك ولا مستسهلة الأيزي وي أوت أو يسموها بالإنجليز الشورت كت يعني الحل السريع شيل ده من ده يرتاح ده من ده لأ مين قال كده نحن ممكن بإرشاد قبل لاعتراف نستحمل الصليب شوية نحاول شوية أكتر وبعدين أنا مش عارف الحقيقة طب أنت عملت إيه عشان تكسبيه هو غلط إنه ضربك ده غلط أنا ما بدفعش عنه بس هل أنت جاهدت أمام الله قبل ما تفكري في الانفصال هل جاهدت أمام الله الجحادة الحسن إنك حاولت تتعمري البيت ولا استسهلتي لو هو قلك أنا مش عاوزك يا بنت الناس ومش طيقك دي قصة تانية لكن إذا كان بيتغير للأفضل خراب البيوت يا بنتي مش بالساهل وممكن ما يكونش عندك فرص تانية فكري بالراحة وشوري أب باعترافك هو اللي يقدر يساعدك في القرار زي ده اشتركوا في القناة